السلام عليكم ومتابعين على القناة إذن حبيت فقط نبارتجي معكم معلومات وأفكار وكايش مكان جديد أنا نديره فيه أنا سأسان نغرب شوية من اليوتيوب وش ندير رح نتعلم حاجة جديدة أو لن نبتكر حاجة ولا مهم ندير حاجة حاول نتعلمها ولا نفهمها فمدة يوم تقريبا قدرت أني نفهم بعض الشروحات لطريقة عمل تطبيقات في الهواتف ونشرها أيضا في الأنترنت ونجرب فيها قدرت نفتح جزوز تطبيقات خدمت جزوز تطبيقات عن طريق البرمجة البسيطة قناة درت تطبيق خاص بي أمين الزارك كما لكم تشاهدوا هنا ودرت هذا الدب هذا درت تطبيق تصور درتهم إن شاء الله أني قد نشر فيهم في الأنترنت باش نخلص عليها لأنه فتحت أيضا البديل تاع AdMob أو بديل AdSense اللي تقدر تخلص منه بلا ما نروح إلى AdMob أو AdSense فتفتح واحد إلى Unity هذا موقع لتخلص منه كما لل AdSense فتشاهدوا معي مثلا أمين الزار هذا تطبيق تاعي في الهاتف ومثبت في الهاتف أنتم مثلا يتقدروا بكل بساطة يخرج إعلان الكاميرا كما تشاهدوا عادي خلاص في إعلانات نورمال بس كم دير فيها إعلانات عن طريق الموقع البديل هذا ندير No Thanks No Thanks No Thanks تخلص كما هكذا تخلص إعلان أخر نروح إلى الفيديوهات تلاحظوا بلي قناتي رأي في التطبيق يعني بلا ما تروحوا إلى أنترنا اليوتيوب تلقوا فيديوهاتي هنا كما راكم تشاهدوا مثلا جربوا ندخلوا هاتف فيديوهات من التطبيق مثلا جوجل هذي ندخلوا الفيديو تلاحظوا بلي السلام عليكم متابعين القناة إنما كنتم مرحبين ونقدر نفتحه في التطبيق على اليوتيوب نكليك هنا على هذا مكان هذا هو التطبيق الأول نقدر خروج من فوق التطبيق الثاني هو مخصص للصور هذا التطبيق ناجح بزاف يعني الناس العمير بحوم أنه بزاف أموال خاصة إني عندهم أدموب يعني يخدموا تطبيقات وينشروها في البلاي ستور أنا ننشرها في هذا المكان متجر تطبيقات هواوي بس أنا ما نحب شروعها جوجل بلاي بحكم أنه مزير بزاف السياسات ويغلق بزاف الحسابات فأنا نجرب في تطبيق هنا في هواوي إذن تطبيق الثاني هو هذا دب هذا كنتجوه فيه ويخلجوا صور الذكاء الاصطناعي ندخل فيه الذكاء الاصطناعي هذا هو الواجهة اللي خدمتها صح فيها بخلطة شوية ما زال ما نشعف الحسابات للقياسات أنا جربت برك ندخل مثلا الأول نقع الصور كما راكم تشاهدوا هذا هو الصور الذكاء الاصطناعي لميتهم تليشارجيتهم وحطيتهم في الهاتف يعني ما كانش مشكل تليشارجي يحط برك يعني ما كانش قيود يعني كما راكم تشاهدوا بيكاتشو نضغطوا عليه تخرج تصورة حقيقية نقوم تليشارجوها من تحت عادي خلاص نضغطوا على تليشارجمو نجا عراية تليشارجها تسيبو يعني ذو بزاف يمشيوا هذو الأطفال يمشيوا ناس صغار طالباكي ناس تحتاج خلفية هواتف يعني هذو الأمور يمشيوا شوية فعلا هذا مكان يعني نتمنى انه تكون عجبتكم هذي يعني كبداية كأول يوم إن شاء الله بالتدريب أريد أن تكون محترف لكن تتعلم حاجة وتتبع الشروحات لازم الشروحات تفهم النظام تفهم الأسلوب تفهم المشاكل ومبعد كي تبدأ تطبق راح تطبق وتغلط ومبعد أيام وأيام تلقى روحك بالنتاء محترف في صناعة التطبيقات ومبعد بشي بشي تولي تنشر تطبيقات بالعشرات اليومية وفي مواقع الربح ومبعد تولي تنشر المئات ومبعد تولي في سنة تولي تنشر الآلاف ومبعد تولي عندك أموال كبيرة وهكذا يربح الناس عن طريق النشر مكثف لتطبيقات في متجر هواوي أو متجر بلاي أو متجر البلاي ستور لذلك فهذه تجربة جيدة احتمال إن شاء الله إذا حبيتون ممكن نعطيكم الطريقة أو نعطيكم الأساسيات تبدأوا على الأقل بس كي سهل أخلاصي هي ممارسة برك مواقع تستعملوها بالممارسة فيها تعقيدات شوية لكن بالممارسة بالممارسة تقديرها عادي خلاص لأنه الآن البرمجة والذكاء الاصطناعي كل شيء يخدم لك أنت مديروالو أنت برك تتبع الخطوات الصحيحة ووافق هي ولا لا ووافق وحطت صورة تاعك ولازم تستعمل شيء في فوتوشوب باش تقدر تستعمل هذه التطبيقات هذا ما كان يا جماعة إن شاء الله نشرح لكم مستقبلا هذا الموضوع راح نجربونا شخصيا وبعد نخبركم وش رايكم فيها اسكم ليح فيها ربح ما فيهش وهي رايحة كتجربة لكن الأرباح الحقيقية الناس اللي عندهم أضمب وليهم ينشروا فيه تطبيقات في الأضمب ويتبعوا السياسات ويخدموا تطبيقات حقيقية احترافية وخاصة عليها دراهم هذو كم الناس اللي يربحوا أموال حقيقية تصل إلى سبعة آلاف أورو للشهر ينشروا تطبيقات يومية بالعشرات لخلفية صور القرآن الأذان هذو كامل يمشيوا في البلاي ستور نحتل تطبيقات الألعاب أيضا هي تمشي بزاف لذلك فمجال مليح نتعلموه إن شاء الله بارك يكون فيه مستقبل إذن نلتقي في مقطعنا آخر إن شاء الله سلام موسيقى